مرحبا برج الحود اهلا بكم في قراءتك العاطفي القراءة رح تنطبق على الطالع والشمسي وايضا القمري واسويها هالمرة باسلوب المرايا انت على هاي الجانب او الحبيب والشريك على الجانب المقابل ولكن اذا حسيت ان القراءة عكسية فاعكسها وخذ الجانب اللي تحسي ناسبك رح ابتدي بجانبك يا برج الحود خذ كارتك وضلع فيه الطاقة العامة وهذه هي الطاقة الفرعية الفترة القادمة خل نشوف جانب الشريك الطاقة العامة للشريك وطاقة الفرعية وشلون طاقته تقابل طاقتك وشنو راح يعني هالشي لعلاقتكم مثل ما شفت اول كارتين قلب هو كارتك الخاص برج الحود لما نشوف كارتك الخاص يطلع على جانبك من القراءة معناته يدل على اشياء كثيرة ايجابية معناته برج الحود اصبح مدرك لحقيقته اصبح يدرك شنو اللي يستحقه شنو اللي راح يقبله في حياته وشنو اللي ما راح يقبله هذا الكارت لما يطلع عندك ينم عن نضوج لانه كارتك الخاص واذا كان فيه اي غموض يحيط فيك او اي اسرار انت تحاول انه مولكل يعرفها عنك اول باول فهو متعمد وراء حكمه وراء استراتيجية انت قاعد ترسمها خلنا نشوف الشريك الصبر كأنه ما فيه امور انت طاقة شوي ممتعة وفيه امور انت مو مستعد لحد الان ان تخبر عنها الشريك امور خاصة بالبيت مثلا بعلاقاتك مع الاصدقاء فيها خصوصية شوي واخبار ما تب الخبر ينتشر شريكك متفهم عندنا كارت برج القوس التمبرانس او التعادل والتوازن مستعد انه ينتظر مو مثل باقي الناس فكأنه مهني الرسالة لك انه شريكك مو هو الشخص اللي لازم تقلق بخصوصها لانه مو هو الشخص اللي ينشر اخبارك نعم من حقك انه تخفي اخبارك ونفسك عن الناس اللي ما يستحقونك عن الناس اللي خذلوك ولكن شريكك في الفترة القادمة لو او هو مثلا اخطأ عندك كارت تقول مستعد انه ينتظر لحد ما انت تكون مستعد عشان تتكلم معاه بموضوع معين او تتواجه معاه وتحطون النقط على الحروف مو مستعجل شريكك ومتفهم طاقة التفاهم وتقبل التام جميلة الطاقة ولكن كأنما انت هنا في غموضك ابتعد عن كل الناس او فقدت الثقة باغلب المحيط مو فقط بالشريك فعشان تذي صايرة ردة فعلك عامة من ضمنهم الشريك خلنا نشوف طاقتك الفرعية الكوب الصغير لحد الان يا برج الحوت الطريق الى قلبك هو بالمعاملة اللطيفة هذا هو الطريق الى قلبك يعني انت لا تطلب الكثير فعلا لا من هذا الشخص ولا من الاخرين لحد الان كلمة بسيطة ضحكة اسلوب جميل وهو اللي يقدر هذا هو السر اللي انت تخفيه عن الشريك اللي هو ما يعرفه لحد الان في هاي الكرت توازن قاعد يحاول يكتشفه يحاول يكتشفه ما هم الطريق الى قلبك الاسلوب اللطيف الاسلوب المضحك الاسلوب الممتع الطيبة والمعاملة خلنا نشوف الساحر الساحر طاقة برج الدلو عندنا هنا ايضا برج الحوت شركك ياخذ الامور بشكل جدا جاد فوق ما تتصور انت تعطيه اشارات او طعم تريد ان تعطيه طعم عشان يعرف الطريق تدلى على الطريق فيه مساعدات فيه مساعدات تحاول تغششها او تعلم على الطريقة ولكن هو لانه ما اخذ الطاقة بحماس كبير وما اخذنها بطريقة جادة حيث ان انا ظاهري نعم انتظر ولكن فعلا هو مجرد يعني انت ما قفلت الباب انت مجرد اغلقت باب معين شريكك اخذ الموضوع بشكل جدا جاد يحسب ان انت اغلقت الباب وقفلته بالف قفل ورائك عشان تلي يبقى يعطي الموضوع فترة هو هني يطلب الانتظار يريد تايم اوت او وقت مستقطع عشان نحط الموضوع كله تحت المجهر ولكن اللي اشوف انه ما يستدعي ترى من جانب شريكك اوه ما اخذ ردة فعل رسمية اكثر من اللازم هذا كرت برج الدلو خلنا نشوف راح يكتشف ما هو الطريق الى قلبك وافضل اسلوب واسهل اسلوب انت قاعد تراوي اسهل اسلوب هو قاعد يختار الطريق الصعب طريق التحدث بلغة العقل فارس السيوف انت راح تحاول ان تفهمه بلغته الخاصة قلت لك قاعد تتعامل مع شخص هوائي ميزان جوزاء راح تحاول ان توصل للرسالة بما ان عندك فارس وهي الفارس حامل الكتاب توصل للرسالة بالاسلوب اللي هو يفهمه هذا هي الرسالة لك هذا هي النصيحة لك من التارو دام انه هو ما فهم لغة الكلام المعسول والاعجاب والمبادرات اللطيفة كلمة باللغة اللي يفهمها لغة الوضوح لغة السيوف هي اللغة الواضحة لغة اريد ان اكلمك في موضوع واحد اثنين ثلاثة من التصرفات ما عاجبتني واحد اثنين ثلاثة من التصرفات عاجبتني انا مستعد امشي معاك في هاي المرحلة هل انت مستعد تمشي معاك في هاي المرحلة محتاج الوضوح شريكك لانه قاعد تتكلم معاها لغة يحاول بس مو متعود انه يتكلمها انه عندنا هنا طاقة المياه وهو اقرب شي بالنسبة لطاقة المياه شريكك طاقة النار طاقة برج القوس تظل في النهاية وان كان فيها مياه طاقة نار ما يعرف ما يعرف كأنه ما تعود على الجفاف والرسمية فانت حاول اذا ما قدرت تتلينه حاول تتكلم معاه باسلوب العقل انزل خلنا نشوف ما الذي يقابل فارس السيوف تسعة الاخصان وايد تعود تعود لفترة طويلة على اسلوب معاين شريكك تعود على الرسميات تعود على الاسلوب الجاف او حتى الخضران لذلك ما يستطيع انه يثق بالناس بسرعة على طول من انت تتكلمها هذه طاقة برج الحوت لما يكون سعيد يكلم الناس باسلوب لطيف يكلم الناس باسلوب حبوب هذا الشخص على طول شريكك يحلل الموضوع انه مثلا انت لك مصلحة معاي او احد يريد ان يتمصلح ورائه لماذا لان هذا التعلم او مر بمواقف علمتنا دائما الاشخاص لما يكلمونك باسلوب لطيف معناته يريدون من ورائك مقابل نعم اوقات كثيرة يكلمونك باسلوب لطيف عشان يفتحون معاك موضوع اخر فعشان تضيح حاط شريكك هذا الجدار هذا الجدار بينه وبين الكل ان لا اريد كلام لطيف ولا اريد معاملة لطيفة لان كلكم تبون شي مني كلكم محتاجين شي مني لان انا الساحر انا الشخص اللي اقدر اسوي المستحيل احتمال ان شريكك يملك حرفة معينة او مهارة جدا صعب ان تلاقيها في بلد او في مجتمع متميز متميز فتعود على استغلال الناس له من سن صغير فلما حين اتاك على سن ناضج طبيعي ان يظل يفكر هذا التفكير السيء عن الكل ولكن مهمتك انت ان تكون فارس الفتح هذا الفارس الفرصان يفتحون منطقة جديدة شلون تفتح معاه لا تكلمه بلغة الكلام اللطيف في الفترة القادمة كلمه بلغة العقل اوكي مثلا لو انا اريد اتمصلح من وراك شلون مثلا راح اتمصلح من وراك اموال لا اريد اموال سكر عليه البيبون اغلق الثغرات اللي بينك وبينها اتمصلح من وراك مثلا بسبب المنصب انا منصبي اراه في عيني افضل من منصبك حاول ان تغلق الوساوس لانه خلف المظهر الارسمى انسان طيب و تم استغلاله على مدى سنين طويلة لذلك عند اولاها ردد الفعل ايضا طاقة النار اميارة الاغصان الصغيرة مقابلها ملك النار اوكي او مهارة اخرى مع هاي الشخص مهارة الانصياء ولكن مو انصياء الحقيقي لا تمثيل الانصياء ترفع الراية البيضاء ولكن ترفعها بنية طيبة ما ترفعها عشان فعلا يكون ذليل عند احد لا تسمح لشريكك انه هو يكون ملك النار هذا الشخص يحب انه يدير المشاريع ويخطط مثلا يخطط لرحلة لزواج يقسم المهمات يحبه هو يقوم هاي المهمة عطى الحرية انه هو يقوم بهاي المهمة في امور هو متمكن فيها عندنا طاقة الحمل القوس والاسد هنا وطاقة برج الدلو القوس تكرر مرتين هنا عندك هنا الغسن الصغير معناته انا اسمح لك انك تقوم بهذا الدور الكبير مو لاني فاقد القدرة ولكن لان انت تحب تقوم بهذا الدور هذا الشخص راح اعطيك له مفاتيح مفتاح الاول انه تكلمه بلغة العقل مثل ما قلت لك لغة السيوف المفتاح الثاني انه تخليه يقوم بالمهمات الصعبة او حتى تخليه اللي يبادر تعطيه حرية الانجاز يعني حتى لو انت هناك كأنما مو محتاج لمساعدته دائما اطلب مساعدته اشلون انزل البرنامج الفلاني اشلون احمي مثلا كمبيوتري من الفيروسات اشلون اذهب الى المكان الفلاني باسرع طريقة هذا الشخص عشان يثق فيك دائما اذهب له من اجل النصح ودائما اتبع معاه اسلوب انا احتاج مساعدتك انا اثق بنصحك وارشادك راح تشوف منه نتائج مبهرة اذا اتبعت معاه هذا الاسلوب قلت لك متعود على طاقة النار والهواء دعنا نشوف اشلون الامور راح تمشي معاكم الى نهاية الشهر شلون راح توصل الامور هاي الكرت لك دعنا نشوف شاريك برج الحود دعنا نشوف برج الحود خلال نهاية الشهر برج الحود يمكن انك تتعامل مع برج الدلو او في تدخل من برج الدلو في الطاقة عندي نحن كرت البرج هذا كرت البرج الاقرب سقوط البرج بالضبط تغيير شامل في اسلوبك مع هاي الشخص وإن كان هنا تحاول تكتشف أفضل اسلوب عشان تحصل على النتائج مع هاي الشريك لازم محتاج إلى تغيير شامل سقوط البرج اختلاف مليون في المئة في وجهة نظرك بخصوصة لازم حان الوقت حان الوقت أنه أنت تتبع اسلوب جديد يسقط البرج تصير عندنا أرض جديدة مستعدين أو نقدر نبني فيها بناء جديد لازم تغيير تغيير شامل في اسلوبك معه مثل ما نصحتك ثمانية الأكواب رح تساعده تساعده أن يرى الأمور من منظور مختلف رح تساعده أن يرحل عن ثمان الأكواب هنا تساعده يرحل عن مخاوفه عندنا أيضا طاقة الأكواب هي طاقة الحوت السرطان وأيضا العقرب هذا كارتبرج العقرب تساعده أن يرحل عن أمور عن تجارب مر فيها بالماضي ولحد الآن متعلق فيها متعلق بالتجربة نفسها وقعها النفسي عليه الأثر النفسي لحد الآن موجود عن شريكك استعمالك هاي الأسلوب اللي نصحتك فيه رح تساعده أن يرحل نفسيا وفعليا حتى عن هاي الطاقة عزيزي برج الحوت هذي كانت قراءتك العاطفية لمنتصف شهر يونيو أتمنى لكم كل التوفيق انتظروني في القراءة العامة لشهر يونيو وهو شهر سبعة شوفكم على خير مع السلامة